السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن قلنا قبل كده أن قسم الإلكترونيات بيضم مجالات كتير ومتعددة خدنا أو تكلمنا في الحلقة اللي فاتت على كيفية تصميم وإنشاء الدوائر الإلكترونية زي دوائر أجهزة الإنذار ودوائر التحكم ودوائر المكبرات وغيرها وكنا عملنا جولة سريعة كده وعرفنا من خلالها إزاي بنقدر نصمم الدوائر الإلكترونية وإزاي بيتم تصنيعها كمان في المصانع النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على مجال الاتصالات طيب في البداية كده نعرف يعني إيه الاتصالات لما نجي نقول الاتصالات بشكل عام يبقى معناها نقل المعلومات من مكان إلى مكان آخر طيب يعني إيه المعلومات؟ المعلومات ديات ممكن تكون عبارة عن صوت ممكن تكون عبارة عن صورة ممكن تكون صورة مستند ممكن تكون صوت وصورة وملفات بأكملها بتنقل رقميا زي الإنترنت يعني معنا كده أن المعلومات خلاص تشمل كل أنواع المعلومات أو البيانات اللي أنا بقدر أرسلها من مكان إلى مكان آخر طيب أنا علشان أنقل المعلومات ديات من مكان للتاني هنقلها إزاي؟ يعني هل ينفع الصوت أو الصورة مثلا أرسله بشكله الطبيعي كده وانقله من مكان للتاني طبعا تبقى عملية صعبة جدا يبقى إحنا لازم الأول نحول المعلومات بنحولها إلى إشارات كهربية مناسبة بتعبر عن المعلومات دي يعني مثلا لو جينا نقول الصوت علشان أنقله ورسله من مكان لمكان آخر بعيد يبقى أنا لازم أحوله لإشارة كهربية عن طريق مين؟ المايكروفون وبعد كده الإشارة الكهربية اللي أنا بحصل عليها ديات بتكون إشارة ضعيفة جدا بتخش بقى لدوائر إلكترونية باسمها دوائر المكبرات بتكبر لي الإشارة الصوتية اللي أنا حصلت عليها ديات اللي هي الإشارة الكهربية يعني المعبرة عن الصوت وبعد كده بنعمل لها عملية تعديل وأرسلها بالطريقة المناسبة سواء كان سلكيا أو لا سلكيا طيب يعني إيه؟ يعني لو أنا هرسل البيانات أو المعلومات ديات سلكيا يبقى أنا بحولها لإشارة كهربية وارسلها عن طريق الأسلات زي مثلا خطوط الاتصالات التليفونية اللي هو التليفون الأرضي طبعا بتكون الإشارة الصوتية ماشية في السلك يبقى عن إشارة كهربية لكن لو أنا هرسل الإشارات ديات أو المعلومات لا سلكيا يبقى طبعا ما ينفعش تبقى إشارة كهربية ماشية في الجو فبنحولها إلى موجات كهرومغناطيسية يعني بتبقى عبارة عن مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية علشان أقدر أرسلها في الجو وتوصل طبعا من مكان لمكان آخر بالمثل برضو لو أنا عايز أرسل صورة زي مثلا إرسال التلفزيوني يبقى بيتم التصوير من خلال الكاميرات والكاميرا بتحول لي الصورة الضوئية بتحولها إلى إشارات كهربية وبعد كده الإشارة الكهربية اللي أنا حصلت عليها دي اللي بتعبر عن الصورة بنعمل لها برضو عملية تعديل وتكبير وبعد كده بقدر أرسلها من أجهزة الإرسال علشان توصل إلى أجهزة الاستقبال وطبعا لو هرسلها لسلكيا يبقى زي ما احنا قلنا برضو لازم أحولها إلى مجالات كهرومغناطيسية عن طريق الهوائيات علشان نقدر نحن نرسلها في الجو ولما بتوصل طبعا لجهاز الاستقبال هواق الاستقبال بيرجع يحولها مرة أخرى من مجالات كهرومغناطيسية يحولها مرة تانية إلى إشارات كهربية وبعد كده بيتم استنتاج إشارة المعلومات منها العملية بقى اللي احنا بنسميها عملية إيه؟ الكشف ونرجع تاني إشارة المعلومات لشكلها الأصلي يعني لو كانت صوت ترجع صوت وإذا كانت صورة ترجع صورة طبعا في أنظمة الاتصالات كتير ومتعددة كنا لسه بنقول دلوقتي ممكن يكون اتصال سلكي عن طريق الأسلاك وممكن يكون اتصالات لاسلكية ودي طبعا بتكون عن طريق الموجات اللاسلكية أو الموجات الكهرومغناطيسية في طبعا طرق مختلفة للإرسال اللاسلكي زي مثلا محطات المايكرو ويف اللي هي بتكون عبارة عن محطات لاسلكية وبتستخدم ترددات عالية جدا بتبقى في نطاق من 1 جيجا إلى 300 جيجا هرتز علشان نقدر نرسل إشارة المعلومات إلى مسافات بعيدة جدا من بلد لبلد وكمان الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية هي عبارة عن إيه؟ بتكون عبارة عن محطات إرسال واستقبال ولكنها بتكون فضائية بتكون وسيطة ما بين المرسل والمستقبل على الأرض يعني إيه؟ يعني احنا عارفين كلنا محطات الإرسال والاستقبال اللي بتكون موجودة على الأرض زي المحطات الإزاعية اللي بتكون مسؤولة عن الإرسال الإزاعي بترسل طبعا الموجات اللاسلكية وبتكون الموجات دي بالقرب من سطح الأرض فبتستقبلها أجهزة الاستقبال وبتحول الموجات الكهرومغناطسية دي لإشارات كهربية تاني ونحصل منها على المعلومات اللي احنا بنرسلها لكن الأكمار الصناعية بتكون هي عبارة عن محطات إرسال واستقبال ولكنها مش موجودة على الأرض لا ده احنا بنطلقها فوق في الفضاء وبتاخد مدار حوالين الأرض وبتكون محطات الأكمار الصناعية دي بنقول هي عبارة عن إيه؟ محطة إرسال واستقبال فضائية وسيطة ما بين المرسل والمستقبل على الأرض يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها إن احنا نرسل إشارة المعلومات بعد طبعا تعديلها ونرسلها ناحية الفضاء في اتجاه القمر الصناعي فبيستقبل تلك الموجات وبعدين يوم بتجبيرها ويعيد إرسالها مرة أخرى للأرض بس على مسافة شاسعة الأمر الصناعي الواحد بيغطي تقريبا 40% من سطح الأرض ودي مساحة طبعا شاسعة ودي من أهم مميزات الأكمار الصناعية إن هي بتغطيلي مساحة كبيرة جدا من سطح الكرة الأرضية بالإرسال ولكنها طبعا بتكون مكلفة طبعا الأكمار الصناعية بيبقى لها استخدامات كتير وهنتعرض لها وإحنا بنتكلم تعالوا مع بعض كده نبص على الشاشة ونشوف كده أول حاجة بنقول معنى الاتصالات زي ما كنا لسه بنقول معناها نقل المعلومات من مكان إلى مكان آخر والمعلومات دي ممكن تكون عبارة عن صوت زي الإرسال الإزاعي وممكن تكون عبارة عن صورة زي الإرسال التلفزيوني وممكن تكون صورة مستند زي أجهزة إرسال الفاكس وممكن تكون المعلومات عبارة عن صوت وصورة وملفات بأكملها تنقل رقميا زي الانترنت لان طبعا احنا عارفين ان من خلال الانترنت بنقدر ننقل كل انواع المعلومات طيب احنا اتفقنا من شوية ان الاتصالات طبعا في منها اتصالات سلكية واتصالات ايه لاسلكية واتصالات السلكية احنا قولنا ان احنا بنحول المعلومات لاشارة كهربية ونرسلها عن طريق الاسلاك اما الاتصالات اللاسلكية بقى معناها ايه معناها الارسال والاستقبال بين محطتين لاسلكيا عن طريق معالجة اشارة المعلومات بالطرق الكهربية طيب نبص كده برضو على الصورة اللي قدامنا بتوضح لي هنا ايه محطة ارسال ومحطة استقبال وزي ما احنا شايفين الهوائي هوائي الارسال بيعمل ايه بيحول الاشارة الكهربية الى موجات كهرومغناطسية والموجات دي طبعا بتنتشر في الفراغ او بتنتشر في الجو لما يقبلها بقى هوائي الاستقبال بيحول طبعا الاشارة اللي هي المجالات الكهرومغناطسية دي بيحولها مرة تانية لاشارة كهربية علشان في جهاز الاستقبال بقى بيبقى فيه طبعا دواير بتقوم بتحويل الاشارة الكهربية اللي انا حصلت عليها بتحولها مرة اخرى الى نفس نوع المعلومات السابق ارسالها يعني لو كانت صوت ترجع صوت واذا كانت صورة هترجع صورة طيب ده معنى الاتصالات اللاسلكية تعالوا نشوف مع بعض كده احنا لسه قيلين ان احنا لما بنيجي نحول المعلومات زي الصوت بنحولها لاشارة كهربية من خلال ايه المايكروفون وعندي قدامي على الشاشة هو ده شكل ايه المايكروفون المايكروفون دوت زو ملف متحرك وطبعا زي ما احنا شايفين الاهتزازات الصوتية بتعمل ايه بتخلي الرك بتاع المايكروفون يهتز وبالتالي الملف بتاع المايكروفون بيهتز والملف دوت موجود بين قطبين مغناطسين زي ما احنا شايفين كده فاللي بيحصل بيتولد بقى في الملف دوت قوة دفعة كهربية بتتناسب طبعا مع شدة الصوت يبقى انا كده قدر تحول الاهتزازات الصوتية لاشارة كهربية وبعد كده زي ما احنا قلنا بنكبر الاشارة وبعدين ممكن بقى ارسلها والاشارة الكهربية ديت لما توصل عند الجهاز اللي هيستقبل طبعا انا عايز ارجعها لصوت مرة تانية هرجعها لصوت ازاي يبقى فيه عندي السماعة والسماعة ديت فكرتها طبعا عكس المايكروفون هي بتحول الاشارة الكهربية الى ايه الى اهتزازات ميكانيكية فينتج عنها الصوت المسموع زي ما احنا شايفين قدامنا كده على الشاشة ايه دي الاشارة الكهربية والسماعة طبعا لما بتهتز الركب تاها بيهتز بينتج ايه الصوت المسموع ودوت الشكل ده بيوضح لي تركيب بتاع السماعة ده عبارة عن مغناطيس ثابت وفيه ملف والملف دوت طبعا هو اللي بتمر فيه الاشارة الكهربية فبيتولد مجال مغناطيسي في الملف بيتقاطع مع المجال المغناطيسي الدائم فالملف بيحصل له ايه؟ بيهتز وبالتالي يهتز معه ايه؟ الرق بتاع السماعة فنتيجة للاهتزازات دي بينتج الصوت المسموع طيب تعالوا نشوف حاجة تانية الاشارة الكهربية بقى اللي انا حصلت عليها من المايكروفون مثلا او ايا كانت بقى المعلومات احنا اتفقنا ان اشارة المعلومات انا بحولها لاشارة كهربية علشان اقدر اتعامل معاها واقدر ارسلها وزي ما شفنا في المثال اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي ازاي ادير تحول الصوت الى اشارة كهربية عن طريق المايكروفون الاشارة الكهربية اللي انا حصلت عليها دي بتكون اشارة ضعيفة جدا فلازم ان انا بكبرها عدة مرات وبعد كده بعمل لها عملية تعديل عملية التعديل دي عملية مهمة جدا وبتتم في اجهزة الارسال والغرض منها ان انا اقدر ارسل اشارة المعلومات الى مسافات بعيدة طيب ليه احنا بنعمل كده لان اشارة المعلومات بيكون ترددها منخفض والاشارة اللي ترددها منخفض لما بنجي نرسلها وخصوصا في الارسال اللاسلكي يعني هنحولها الموجات كهرومغناطسية الموجات دي ما تقدرش توصل لمسافات بعيدة بتضمحل وتتلاشى يعني بتضعف على مسافة صغيرة يبقى انا علشان اقدر ارسل اشارة المعلومات زي الاشارة الصوتية مثلا ارسلها المسافات بعيدة ومن بلد لبلد زي الارسال الازاعي طيب يبقى انا لازم اعمل لها عملية ايه؟ تعديل عملية التعديل دي معناها ان انا بحمل اشارة المعلومات اللي هي زي الاشارة الصوتية اللي ترددها منخفض بحملها على موجات حاملة الموجات الحاملة دي بتكون ترددها عالي ولا تحتوى على معلومات يعني معناها زبزبة مستمرة ترددها عالي خلاص وما بتحتويش على معلومات انا بقى لما بحمل عليها اشارة المعلومات زي الاشارة الصوتية بحصل على اشارة بنسميها اشارة معدلة الاشارة المعدلة دي بتنتج من دمج الاشارتين اشارة المعلومات اللي ترددها منخفض والاشارة الحاملة اللي ترددها عالي يعني معناه كده ان الاشارة المعدلة بقت ترددها عالي وكمان بتحتوي على اشارة المعلومات اللي هي مثلا زي الاشارة الصوتية وبكده الاشارة بقى ترددها عالي فلما اجي ارسلها لاسلكيا عن طريق مثلا هوائيات الارسال هتتحول الى موجات كهرومغناطسية والموجات دي تردداتها هتبقى عالية برضو وبالتالي هنقدر ان احنا نرسلها الى مسافات بعيدة طيب تعالوا نبص كده على الشاشة ونشوف الشكل اللي قدامنا دوت بيوضح لي عملية التعديل هنا طبعا على الشمال دي اشارة المعلومات اشارة المعلومات ديت زي ما اتفقنا ممكن تكون اشارة صوتية او اشارة معبرة عن صورة وزي ما احنا شايفين التردد بتاعها بيكون ايه منخفض التردد يعني عدد الزبزبات بدخلها لديرة التعديل طيب هنيجي بقى نوصل كمان الموجة الحملة اللي احنا قلنا عليها الموجة الحملة هنا ترددها بيكون عالي زي ما احنا شايفين عدد الزبزبات بتاعتها ايه كتير ترددها عالي ولا تحتوي على معلومات دايرة التعديل بقى بتكون بتحميل اشارة المعلومات اللي هزا الاشارة الصوتية اللي ترددها منخفض على الموجة الحملة فبنحصل على اشارة معدلة هنا بقى الاشارة المعدلة اللي هتنتج شكلها ايه في عندي انواع من التعديل في تعديل اسمه تعديل التساعي اللي هو amplitude modulation او AM وفي تعديل ترددي اللي هو FM او frequency modulation هنا في الصورة اللي قدامنا دي دي اشارة معدلة اتساعيا فملاحظين ايه ان الموجة الحملة اللي ترددها عالي خرجت هنا اهي اللي هي الزبزبة اللي ترددها عالي دي ولكن الاتساع بتاعها ما بقاش ثابت شوفوا هنا تحت كده اللي اتساع هنا بتاع الموجة الحملة ايه ثابت لكن اللي خرجه من دائرة التعديل اللي اتساع بقى يزيد ويقل ويزيد ويقل على حسب مين على حسب اشارة المعلومات يعني معنى كده ايه زي ما انتو شايفين اشارة المعلومات اللي هي اللي على الشمال دي لو انت بصيت هنا كده في الموجة المعدلة التساعيا هي نفسها فين الغلاف بتاع الموجة المعدلة اللي انا بشاور عليها دي كده بالماوس كده اهي يبقى الاشارة اللي فوق ديت كده هي مين هي اشارة المعلومات اللي هي كانت الاشارة الصوتية في المثال اللي احنا قلناه يبقى معنى كده ان التعديل الاتساعي معنى ايه بنقول التعديل الاتساعي هو تغيير اتساع الموجة الحملة ذات التردد العالي حسب اتساع الموجة المحمولة اللي هي شرط المعلومات ذات التردد المنخفض ويبقى تردد الموجة الحملة سابت يعني معنى كده ان انا غيرت في اتساع الموجة الحملة لكن التردد بتاعها فضل سابت علشان كده بنسميه تعديل اتساعي هنا بقى الاشارة اللي انا حصلت عليها اللي هي المعدلة دي طبعا بقى الترددها عالي وبتحتوي على اشارة المعلومات فهقدر ان انا ارسلها الى مسافات بعيدة طيب تعالوا نرجع تاني نبص على الشاشة الشكل ده بيوضح لي ده جهاز الارسال اللي هو اللي على اليسار وعلى اليمين هنا مخطط كده لجهاز ايه الاستقبال لو بصينا كده على الشمال هنلاقي اول حاجة ايه مايكروفون والمايكروفون احنا لسه قيلين بيعمل ايه بيحول الاشارة الصوتية او الاهتزازات الصوتية بيحولها الى اشارة كهربية متغيرة على حسب شدة الصوت اه اللي هي الاشارة اللي تحت الضعيفة دي تمام بعد كده الاشارة دي زي ما قلنا بتدخل لديرة تعديل الموديوليتور وديرة التعديل هنا على حسب المثال اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه تعديل اتساعي فطبعا دايرة التعديل دي محتاجة ايه لموجة حملة او في الشكل اللي تحت ايه الموجة التانية طبعا دي عبارة عن ايه موجة حملة او الكارير ويف زي ما احنا شايفين اتساعها ثابت ولكن التردد بتاعها عالي الاشارة بقى اللي هتنتج من دايرة التعديل اهي اللي هي الموديوليتد ويف اللي هي الاشارة المعدلة وهنا بنقول عليها اشارة ايه معدلة اتساعيا فلاحظنا ان الاتساع بتاع الموجة الحملة هنا حصل له ايه بدأ يزيد ويقل لكن التردد بتاعها ثابت الاشارة دي طبعا بنحتاج ان احنا نكبرها برضو عدة مرات علشان اقدر ارسلها الى مسافات بعيدة فيبقى بعد الموديوليتور اللي هو المعدل بيقى فيه عندي امبليفاير اللي هو دايرة مكبر ودايرة المكبر هنا هتكبر لي طبعا قدرة الاشارة المعدلة بالقدر اللازم لعملية الارسال لانه كلما تكون قدرة الاشارة عالية كلما هنقدر ان احنا نوصلها الى مسافات بعيدة بعد كده طبعا هوائي الارسال والهوائي هنا بيحول لي الاشارة الكهربية الى موجات كهرومغناطسية الموجات دي بتنتشر طبعا في الفراغ بسرعة الضوء الموجات دا لما بيقابلها هوائي الاستقبال بتاع جهاز الاستقبال بيحول الموجات الكهرومغناطسية مرة تانية لاشارة كهربية وبعد كده بتخش لمرحلة ايه دي موديليتور اللي هو الكاشف يبقى المعدل كان موجود في جهاز الارسال والغرض منه كان تحميل اشارة المعلومات ذات التردد المنخفض على الموجة الحملة ذات التردد العالي لكن في جهاز الاستقبال الكاشف بيقوم بعكس الوظيفة يعني ايه؟ يعني بيقوم بفصل اشارة المعلومات ذات التردد المنخفض اللي هي الموجة اللي فوق دي كده من الموجة المعدلة يعني بيفصل اشارة المعلومات ذات التردد المنخفض عن الموجة الحملة ذات التردد العالي والموجة الحاملة كده خلاص قدت الغرض منها وإحنا مش محتاجينها تاني فبيتم التخلص منها وتسربها للأرض أما أشارت المعلومات بتوصل بعد كده لديرة مكبر علشان يكبرها لي بالقدر اللازم برضو وبعد كده تتوصل لمين هنا في سماعة علشان تحولها لي إلى صوت مسموع بقى الشكل ده كده اللي احنا شفناه بيوضح لي فكرة الإرسال والاستقبال اللاسلكي فيه أنواع تانية من التعديل زي ما أنا كنت لسه بقول من شوية إن التعديل فيه طرق مختلفة لتعديل الإشارات فيه عندي تعديل اتساعي زي المثال اللي احنا كنا لسه شايفينه وقلنا اسمه تعديل اتساعي ليه لأن أنا بغير في اتساع إشارة الموجة الحاملة وترددها بيفضل ثابت فعشان كده بنسميه تعديل ايه؟ اتساعي أما بقى النوع الثاني اسمه تعديل ترددي والتعديل الترددي يعني معناه إن احنا بنغير في تردد الموجة الحاملة واللي اتساع بتاعها يفضل ثابت يبقى أنا لو جيت دلوقتي أعرف التعديل الترددي أقول عبارة عن ايه؟ عبارة عن تحميل إشارة المعلومات ذات التردد المنخفض على الموجة الحاملة ذات التردد العالي فإيه اللي هيحصل؟ فيتغير تردد الموجة الحاملة حسب اتساع الموجة المحمولة اللي هي أشارة المعلومات يبقى التردد كده ايه؟ اللي هيتغير بينما يبقى اتساع الموجة الحاملة سابت يبقى أنا هغير في التردد لكن الاتساع هيفضل سابت علشان كده بنسميه تعديل ايه؟ تعديل ترددي طيب هو أنهي الأفضل التعديل الاتساعي ولا التعديل الترددي طبعا لو احنا تكلمنا على جودة الإشارات اللي أنا هرسلها يبقى طبعا تعديل الترددي بيكون أفضل ليه؟ لأن التعديل الترددي بيمتاز بحصنته ضد التشويهات والشوشرة يعني الإشارة اللي أنا برسلها المعدلة تردديا لما برسلها في الجو طبعا أي إشارة بتتعرض ليه العوامل الجوية وممكن يحصل فيها بعض الشوشرة الإشارة المعدلة تردديا بقدر أتخلص من الشوشرة بسهولة في جهاز الاستقبال عن طريق دائرة اسمها دائرة ايه؟ المحدد دائرة المحدد دي بتعمل ايه؟ بتقص الإشارة المعدلة تردديا بتقصها من أعلى ومن أسفل فبتسويها يعني لو حصل فيها تشويه أو شوشرة نتيجة للعوامل الجوية إيه اللي بيحصل؟ في جهاز الاستقبال على طول دائرة المحدد بتعمل على إزالة الشوشرة فبالتالي الإشارة اللي أنا بحصل عليها بعد كده بتكون إشارة ايه؟ ناقية ويمكن إحنا بنلاحظ الكلام دوت في أجهزة الاستقبال الإزاعي الراديو يعني الراديو الـ F-M لما تيجي تشغل كده محطات F-M فتلاقي الصوت بتانيها ناقي وما فيها الشوشرة حول بقى الراديو أو شغل محطة تانية A-M اللي هي تعديل التساعي يعني فتلاقي الصوت فيه وش طب في التعديل التساعي ما بقدرش أتخلص من الشوشرة ليه؟ لأن إشارة المعلومات بتكون موجودة فين؟ في الاتساع زي ما احنا شفنا من شوية الاتساع هو اللي بيتغير في الإشارة المعدلة التساعيا فإشارة المعلومات موجودة إيه؟ في الاتساع أنا بقى لو استخدمت دايرة محدد في أجهزة الاستقبال الـ A-M اللي هي التعديل التساعي هتقص الإشارة من فوق ومن تحت فهتعمل إيه؟ هتفقد جزء من المعلومات وإذا كانت إشارة صوتية هتقصها وهتضيعها فبالتالي هتبوز الإشارة أكتر مش هتصلحها يبقى أنا ما بقدرش أتخلص من الشوشرة في الإشارات المعدلة التساعية ليه؟ لأن زي ما قلت إشارة المعلومات بتبقى موجودة في الاتساع لو أنا استخدمت محدد فهيقص الإشارة من أعلى ومن أسفل فبالتالي هيضيع جزء من المعلومات اللي هي مثلا زي الإشارة الصوتية أما بقى في التعديل الترددي لأ ده أنا هنا بقدر أتخلص من الشوشرة إيه؟ بسهولة يبقى معنى كده أجهزة الإرسال الـ FM اللي هي المعدلة تردديا بتكون أفضل لأن بحصل من خلالها على إشارات خالية من الشوشرة تعالوا نبص كده بقى على الشاشة الشكل اللي قدامنا اللي فوق بيوضح لي التعديل الاتساعي آي دي طبعا إشارة المعلومات زي الإشارة الصوتية اللي ترددها منخفض وجنبها الموجة الحملة اللي ترددها عالي بحصل من دائرة التعديل على موجة معدلة تساعية زي ما احنا شايفين إيه اللي بيحصل الاتساع بتاع الموجة الحملة بيزيد وبيقل لكن التردد بتاعها بيفضل سابت تحت بقى الإشارة اللي بتنتج من عملية التعديل التردددي زي ما احنا شايفين إشارات الدخل هي هي يعني إشارة المعلومات اللي هي اللي على الشمال دي زي الإشارة الصوتية وقادي الموجة الحملة برضو اللي ترددها عالي الإشارة اللي هتنتج بقى من دائرة التعديل الترددي زي ما احنا شايفين الموجة الحملة اتساعها ثابت زي ما هو ما تغيرش ولكن التردد هو اللي تغير التردد بقى اللي هو عدد الزبزبات لو أنت لاحظت هنا كده ودققت في الإشارة هتلاقي إيه هتلاقي هنا عدد الزبزبات في الأول كتيرا وبعدين قلت في النص هي كده الجزء ده وبعدين عدد الزبزبات قلت طالما عدد الزبزبات بتزيد وتقل يعني معناه التردد بيزيد وإيه وبيقل يبقى هنا بنسميها إشارة معدلة تردديا وزي ما احنا اتفقنا الإشارة بقى المعدلة التردديا دي لو حصل فيها شوشرة نتيجة الإرسال اللاسلكي فالاتساع بتاعها الشوشرة بتعمل ايه بتغير في الاتساع فنلاقي في نبضات شوشرة كده فوق كده تزيد وتقل في جهاز الاستقبال بيقص الإشارة من فوق ومن تحت في دايرة المحدد فبيسويها وبيتخلص من الشوشرة بسهول لكن فوق بقى شايفين كده الإشارة المعدلة التسعيا لو حصل فيها شوشرة الاتساع بتاع الإشارة بيتغير يعني نجي نلاقي النبضة ديت مثلا أو الزبزبة دي زادت شوية الفوق الزبزبة ديت مثلا زادت شوية هنا ديت قلت لتحت كده فالاتساع بتاعها بدأ ايه يتغير ويحصل فيه شوشرة هنا ما قدرش أتخلص من الشوشرة دي لاني لو استخدمت دايرة محدد هيجي قصها من فوق هبص كده لو قصت من هنا كده عمل ايه قصلي جزء من معلومات الصوت أو الإشارة الصوتية نفسها فبوزها أكتر علشان كده ما بنقدرش نتخلص من الشوشرة في أجهزة الاستقبال المعدلة التساعية طيب تعالوا نبص على حاجة تانية هنا الشكل اللي قدامي دا بيوضح لي ايه عملية الإرسال والموجات اللي سلكية أو هنا دا الهوائي هواء الإرسال وزي ما احنا شايفين الإشارة القهربية اللي أنا برسلها بتتحول إلى ايه؟ إلى موجات الموجات دي بتنتشر في الفراغ وبتنتشر طبعا بسرعة عالية جدا اللي هي سرعة الضوء طيب الموجات دي عبارة عن ايه؟ لو انت بصيت هنا كده للصورة اللي قدامنا هنلاقي الشكل دوت عبارة عن ايه؟ في مكتين همت اللي هي واحدة اللي هي باللون الأحمر دي والتانية اللي هي باللون ايه؟ الأزرق دي بنسميها مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية يبقى الموجات اللاسلكية هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية متعمدة متعمدة يعني ايه؟ في بينهم زاوية واجهة 90 درجة لو انت اخدت بالك برضو في الشكل اللي واضح قدامك هتلاقي الموجة اللي هي بينة باللون الأحمر دي ها؟ تقريبا عمودية يعني بتزيد لفوق والتحت وبتقل لتحت بص بقى الموجة التانية اللي هي باللون الأزرق ماشي كده في اتجاه ايه؟ افكي تمام؟ يبقى فيه زاوية بينهم 90 درجة اوه زاوية ما احنا شايفين كده يبقى الموجات اللاسلكية هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجالات كهربية ومجالات مغناطيسية متعمدة وبتنتشر في الفراغ بسرعة الضوء اوه هنا زاوية ما احنا شايفين دي اللي باللون الأحمر كانت الاشارة الكهربية او المجالات الكهربية والاشارة التانية اللي باللون الأزرق دي دي عبارة عن المجالات المغناطيسية وزي ما احنا شايفين هنا الصورة دي تموضحة لي اكتر ان فيه زاوية هنا بينهم كام؟ 90 درجة زاوية واجه 90 درجة وطبعا الموجات دي بتنتشر في الفراغ زي ما احنا قلنا بسرعة الضوء اللي هي 3 ف 10 قس 8 متر لكل ثانية يعني معناها اننا لما باجي ارسل اشارة المعلومات هنا من بلد لبلد ما بتاخدش لحظات وبتوصل بسرعة دي اشكال لانواع الهوائيات اللي هي بتقوم بتحويل الاشارات الكهربية وتحويل هالي الى موجات كهر ومغناطيسية زي ما احنا شايفين كده ادي هنا دوة الهوائي بتاع محطة الارسال والاشارة الكهربية اللي احنا بنرسلها اللي هي بتعبر عن المعلومات ايا كان نوعها بقى سواء اذا كانت معلومات معبرة عن صوت او صورة او بيانات رقمية الهوائي هنا وظفته ان هو بيحويل هالي الى مجالات كهر ومغناطيسية والمجالات الكهر ومغناطيسية دي بتنتشر طبعا في الفراغ زي ما احنا قلنا بسرعة الضوء او زي ما احنا شايفين كده طبعا بقى لما بتوصل للنحة التانية عند هواي الاستقبال بيحولها مرة اخرى لاشارة كهربية ايه دي الشكل ده بيوضح لي برضو هنا هواي ارسالة هوت بيرسل الموجات في الفراغ والموجات دي لما بتوصل طبعا لهواي الاستقبال بيعمل ايه؟ بيحول الموجات دي مرة اخرى الى اشارة كهربية علشان نستنتج منها نفس المعلومات الصابق ارسالها وطبعا زي ما احنا عارفين ان الموجات الكهرومغناطسية بتنتشر في الفراغ فطبعا في الجو يعني الجو دوت اللي هو عبارة عن الغلاف الجوي والغلاف الجوي ده ليه خصائص مهمة وبيأثر على انتشار الموجات الكهرومغناطسية طبعا زي ما احنا شايفين كده في موجات طبعا بنقول موجات طويلة يعني اطول موجاتها بتكون كبيرة طول الموجي كبير يعني معناه التردد ايه؟ منخفض يعني عدد الزبزوات قليل فالموجات دي ما توصلش المسافة كبيرة فناخد بالنا هنا ايه؟ ادي هوائي بتاع محطة الارسال وهنا هوائي محطة الاستقبال المسافة بينهم صغيرة ليه؟ عشان تردد الاشارة اللي انا بارسلها التردد ده ايه؟ منخفض فبالتالي الاشارة مش هتقدر توصل لمسافات بعيدة علشان اقدر ارسل الاشارة لمسافات ابعد زي ما احنا قلنا بقى لازم الاشارة يكون ترددها عالي يعني اطوال موجاتها قصيرة زي كده الاشارة التانية اللي واضحة اللي قدامنا اللي فوق دي هنا هواي الارسالة هوت بيرسل الموجات وزي ما احنا شايفين عدد الزبزبات كتير يعني معنا ان التردد عالي فتقدر توصل الى مسافة ابعد طيب لو انا عايز ارسل ها الاشارة لمسافة ابعد كمان ناخد بالنا بقى هنا من حاجة مهمة الكرة الارضية طبعا السطح بتاعها كروي زي ما احنا عارفين فلما المسافة تبعد ما بين محطات الارسال ومحطات الاستقبال فنلاحظ ايه نلاحظ ان في النص بينهم الارض بتكون عالية فبالتالي انا لو جي ترسل الاشارة من هواي الارسال لهواي الاستقبال مباشرة مش هتوصل ليه الارض نفسها في النص هتبقى عالية لان الارض منحنية فبالتالي هتعوك عملية الارسال والاشارة مش هتوصل لمسافة كبيرة زي ما احنا عايزين علشان كده بنقدر بقى نستخدم نوع تاني من الارسال اللي هي بنسميها الموجات السماوية والموجات دي طبعا تردداتها بتكون عالية جدا بتوصل ل30 نيجا هرتز فزي ما احنا شايفين الموجات دي بقى بتنتشر في اتجاه السماء هي طلعت فوق يقابلها الغلاف الجوي وطبقة الايون السفير فتعمل ايه تعكس الموجات وترجعها تاني للارض علشان نقدر نستقبلها باستخدام هوائيات الاستقبال في محطات الاستقبال في الاماكن طبعا البعيدة طيب يبقى انا كده قدرت ان انا ارسل الموجات اللاسلكية الى مسافة ابعد عن طريق مين عن طريق انعكسها على طبقات الغلاف الجوي وبالاخص اللي هي طبقة الايون السفير اللي هي الطبقة المتأينة لان طبعا الطبقة دي بتبقى فيها شحنات كهربية بنقول انها طبقة مشحونة متأينة يعني ايه مشحونة فبتعكس الموجات الكهروماغنطسية وترجعها تاني للارض طيب لو انا عايز ارسل الموجات الى مسافة ابعد فلازم التردد بتاع الاشارة يكون اعلى لكن لو تردد الاشارة زاد عن 30 ميجا هيرتز الاشارة دي مش هتنعكس على طبقة الايون السفير وترجع تاني للارض ولكنها بتختارك الغلاف الجوي طب لو اختركت الغلاف الجوي هتطلع فوق للفضاء فهنا بقى هنستخدم مين الاكمار الصناعية او زي ما احنا شايفين هنا كده طبقات الغلاف الجوي قدامنا تمام وطبقة الايون السفير هي طبعا اللي بتعكس ايه الموجات لحد 30 ميجا هيرتز طب لو بقى الموجات زادت بقى تردداتها بقت اعلى من 30 ميجا هيرتز هتختارك الغلاف الجوي وهتوصل لمين للاكمار الصناعية واحنا قلتنا شوية الاكمار الصناعية عبارة عن ايه عبارة عن محطة ارسال واستقبال فضائية يعني ده عبارة عن محطة ارسال واستقبال بس بدل ما احنا حطينها على الارض لا بنطلعها فوق ايه في الفضاء عن طريق سواريخ ليه بقى صاروخ الصاروخ دوت بقى مجهز انه يشيل الامر الصناعي في داخله ويتم اطلاقه لحد ما يوصل فوق الارتفاع معين على حسب طبعا نوع القمر الصناعي والاكمار اللي احنا بنستخدمها في الاتصالات بتكون عادة في المدار الجغرافي السابت يعني بيبقى ارتفاعها 36000 كيلو متر من سطح الارض ولما بيتم اطلاق الاكمار الصناعية هنا على الارتفاع دوت بتاخد مدار حوالين الارض بنسميه المدار الجغرافي السابت وبتدور حوالين الارض بسرعة متزمنة مع سرعة دوران الارض فيبدو القمر كأنه سابت في مكانه القمر الصناعي يبدو كأنه سابت يعني الارض بتلف وهو بيلف معها بنفس السرعة فبالتالي بيبقى سابت في مكانه وبقدر ارسل بقى الاشارات من المحطات الارضية محطات الارسال وارسلها في اتجاه الامر الصناعي فوق في اتجاه الفضاء فالموجات دي بتختارق الغلاف الجوي ولا يحدث لها نعكاس ليه؟ عشان احنا قلنا ان الترددات بتاعتها بتكون عالية جدا فتختارق طبقات الغلاف الجوي بسهولة لتصل الى القمر الصناعي القمر الصناعي بقى طبعا بيستقبل الموجات دي عن طريق هوائيات الاستقبال وبيحولها لاشارة كهربية ويرجع يرسلها مرة اخرى للارض على تردد مختلف عشان ما يحصلش تداخل بين الاشارة اللي بيتم ارسالها والاشارة اللي بيتم استقبالها وبكده بقدر ان انا ارسل اشارة المعلومات الى مسافات شاسعة باستخدام الاقمار الصناعية وطبعا علشان نبقى فاهمين الاقمار الصناعية احنا مش بنستخدمها في الاتصالات بس لأ ده الاقمار الصناعية بقت مهمة جدا وفي مجالات متعددة يعني بقدر استخدمها في مجال الاتصال اللي هو الارسال الازاعي والتلفزيوني زي المحطات احنا بنستقبلها عندنا في المنازل باستخدام الروسيفر وفي زي طبعا الاقمار اللي هي المشهورة زي النايل سات اللي هو الكامر الصناعي المصري وفي طبعا اقمار صناعية متعددة كل دولة طبعا عندها اقمار صناعية كتير وبتستخدمها في استخدامات مختلفة طيب ده بالنسبة لأقمار الاتصالات فيه اقمار تانية اسمها اقمار الاتصالات المتنقلة ودي بنستخدمها لتأمين خدمة الاتصالات المتنقلة اللي هي ايه اللي هي شبكات التليفون المحمول وطبعا في اقمار صناعية بنستخدمها بتبقى بتدور حوالين الارض وما بتبقاش امر صناعي واحد بقى لا بيبقى مجموعة من الاقمار الصناعية وبيتم التنصيق بينهم بحيس يعملوا تغطية كاملة بسطح الارض يعني مفيش مجموعة بسطح الارض هيكون خالي من الارسال ودي طبعا الميزة بتاعة الاقمار الصناعية زي ما احنا قلنا طيب بقدر استخدمها كده في الاتصالات ايه المتنقل ويه كمان بنقدر نستخدم الاقمار الصناعية كمان في انظمة تحديد المواقع اللي هي جي بي اس ودي الاقمار الصناعية هنا اللي بتستخدم في تحديد المواقع بتستخدم لمساعدة السفن والطائرات على تحديد وجهتها طبعا زي ما احنا عارفين ان الطيارة بتبقى فوق في الجو فوق السحاب طبعا ما فيش يعني خريطة ولا فيه طرق ولا فيه مكان علشان الطيار يبقى شايفه رايح فينه جاي منين فعلشان يقدر يعرف الاتجاه بتاعه وموقعه وارتفاعه بالزبط فين بيبقى لازم يكون فيه اجهزة اسمها اجهزة تحديد المواقع وهنا بنستخدم فيها الاقمار الصناعية علشان تساعد زي ما قلنا السفن والطيارات على تحديد ايه موقعها وكمان انظمة تحديد المواقع ما بقيتش في السفن والطيارات بس لا في العربيات كمان وعلى اجهزة التليفونات الموبايلات اللي معانا فبقت استخدماتها كتير فيه استخدمات تانية للأقمار الصناعية زي اقمار الارصاد الجوية فيه اقمار بنستخدمها للتنبؤ بحالة التقس ازاي انها الأقمار الصناعية دية بتلتقط صور للغلاف الجوي وبترسلها للمحطات الارضية علشان بقى فيه ناس متخصصين طبعا اللي هم متخصصين في الارصاد بيقدروا يتنبأوا بحالة التقس يعني اتجاه الرياح خرائط الضغط الدرجات الحرارة المتوقعة وهكذا فيه استخدمات تانية للأقمار الصناعية طبعا زي الأقمار العسكرية والأقمار العسكرية دي طبعا بتكون أقمار يعني بتستخدم تكنولوجيا متطورة جدا وبتكون زي طبع سري والإشارات بتاعتها بتكون مشفرة لأنها بتستخدم في الاتصالات العسكرية وكمان بتستخدم في أنظمة الانذار المبكر وفي توجيه الصواريخ وتوجيه الأسلحة يعني معنى كده أن الأقمار الصناعية لها استخدمات كتير جدا ومتعددة ما بقيتش قاصرة على الإرسال الإزاعي والتلفزيوني بس لا بقى لها استخدمات كتير جدا طيب تعالوا نرجع تاني نبص كده على الشاشة هنا طبعا زي ما قلنا الإشارة بيتم إرسالها من المحطة الأرضية أو من هواء الإرسال بتطلع فوق للقمر الصناعي يستقبلها وبعد كده بيعيد إرسالها مرة أخرى للأرض طيب طبعا الارتفاع بتاع الأمر الصناعي زي ما قلنا بيبقى عالي اللي هي الأكمر اللي بتستخدم في الاتصالات بتبقى على ارتفاع كام 36000 كم من سطح الأرض وده ارتفاع عالي هنطلعه ازاي باستخدام ايه باستخدام صواريخ صاروخ دفع طبعا الصاروخ دوت بيبقى مجهز انه يشيل الأمر الصناعي في داخله ولما بيتم اطلاقه في الفضاء ويوصل الارتفاع معين القمر الصناعي بيخرج برا زي ما احنا شايفين كده برا الغرفة بتاعت الصاروخ وبياخد مدار حوالين الأرض وبنقدر ان احنا نستخدمه بقى في عمليات الارسال والاستبال واللي احنا شايفينه دوت طبعا دي الهوائيات بتاعة المحطات الأرضية اللي هي بتستخدم للتراسل مع الأكمار الصناعي والأمر الصناعي طبعا فوق في الفضاء زي ما احنا شايفين الارتفاع بتاعه زي ما قولنا 36000 كيلو متر وعلشان الأمر الصناعي دوت يشتغل محتاج طاقة كهربية طيب هيجيب الطاقة الكهربية دي منين فبنلاحظ دايما ان الأكمار الصناعية بتكون مجهزة بألواح طاقة شمسية بتكون بتغطي السطح الداخلي الأمر الصناعي وزي ما احنا شايفين الجزء دوت كده الكبير ده ده كده الواح طاقة شمسية بتحول الضوء بتاع الشمس إلى طاقة كهربية بيتم شحن البطاريات اللي موجودة داخل القمر الصناعي علشان تقدر تشغل الأجهزة المسؤولة عن عمليات الإرسال والاستقبال وطبعا بيبقى فيه محطات أرضية بتبقى مسؤولة عن التحكم في تشغيل الأمر الصناعي والتحكم في ارتفاعه والمدار بتاعه كمان لأن طبعا لو ما تمش السيطرة على الأمر الصناعي ممكن يخرج برا المدار بتاعه ويخرج برا الغلاف الجوي أو برا في الفضاء برا المدار ومايرجعش تاني ولو الارتفاع بتاعه قل شوية الجاذبية الأرضية طبعا هتجذبه ويحترك في الغلاف الجوي فلازم يبقى فيه متابعة دايما للأمر الصناعي والارتفاع بتاعه بحيث انه ما يخرجش عن المدار وزي ما احنا شايفين كده ايوان هنا بقى في الصورة دي بتوضح لي ان انا باستخدام الامر الصناعي قدرت ارسل الاشارات اللي هي بتعبر عن المعلومات خلاص بين محطات ارسال ومحطات استقبال موجودة على جانبي القرى الارضية يعني شايفين كده استحالة طبعا كده هقدر ارسل اشارة اشارة بتعبر عن اي معلومات من محطة الارسال اللي هي اللي موجودة على الشمال دي وهقدر ارسلها وتعدي وتوصل للجهة الاخرى من الكرة الارضية كان طبعا هتبقى عملية صعبة جيد لكن باستخدام الامر الصناعي لا بقت العملية سهلة زي ما احنا شايفين المحطة الارضية احنا كمان بنقدر نستخدم العديد من الاقمار الصناعية مش امر صناعي واحد ويتم التنصيق بينهم زي ما احنا شايفين يعني ايه يعني المحطة الارضية دي ممكن ترسل الاشارة الامر الصناعي اللي هو اللي علي صرد وبعدين هو يرسلها للامر الصناعي التاني والامر الصناعي التاني يرسلها للتالت وبعد كده يرسلها للارض وطبعا زي ما احنا اتفقنا ان فيه اقمار صناعية بتستخدم الطريقة دي زي ايه زي الاقمار الصناعية اللي بتستخدم في الاتصالات المتنقلة وانظمة تحديد المواكع علشان تعمل تغطية كاملة لسطح الارض يعني زي ما احنا شايفين كده هيبقى فيه اقمار صناعية كمان في الجهة الاخرى هيبقى كده عاملين تغطية كاملة لسطح الارض بالارسال طبعا الاقمار الصناعية كمان احنا بنقدر نرسلها لكواكب المجموعة الشمسية الكواكب البعيدة يعني مش مجرد بس انها بتدور حولين الارض لا احنا بقينا نقدر ان احنا نرسل الاقمار الصناعية للكواكب البعيدة علشان تعمل الاكتشافات علمية طبعا زي ما احنا شايفين كده والاقمار الصناعية ممكن الامار الصناعية نرسله لكواكب المجموعة الشمسية زي المريخ وتقدر تلتقط صور طبعا قريبة للكواكب وترسلها للمحطات الارضية بحيث المتخصصين طبعا يقدروا ان هم يستخدموها في الابحاث بتاعتهم والاكتشافات العلمية الجديدة ده شكل طبعا الهوائيات اللي احنا بنستخدمها للتراصل مع الاقمار الصناعية بتبقى من نوع خاص طبعا لانها لازم الاشارة بتاعتها تكون قوية ومركزة وعشان تقدر توصل للاقمار الصناعية نبص على حاجة تانية في الاتصالات اللاسلكية اللي هي شبكات التليفون المحمول ودي ودي طبعا من الحاجات المهمة جدا او المجالات المهمة اللي بتخص برضو الالكترونيات وزي ما قلنا كلها بتندرك تحت مسمى ايه الاتصالات ما النهار ده احنا اتفقنا ان الحلقة كلها مخصصة عن مجال الاتصالات بانواع مختلفة زي ما احنا قلنا من البداية فالاتصالات المتنقلة اللي هي شبكات التليفون المحمول زي ما احنا عارفين طبعا ان هي بتكون عبارة عن محطات ارسال واستقبال بتكون موزعة طبعا في المنطقة علشان تغطي المنطقة بالارسال وتقدر ان هي ترسل وتستقبل اشارات المكالمات التليفونية بين اجهزة المحمول المختلفة طبعا المحطات بتاعة التليفون المحمول كل برجة او كل محطة بتغطي منطقة معينة المنطقة دي بنسميها ايه بنسميها خلية علشان كده شبكات التليفون المحمول او الاتصالات المتنقلة دي بيسموها الايه الاتصالات الخلوية ليه لان زي ما قلت ان كل محطة بتغطي منطقة معينة بالارسال بتسمى ايه بتسمى خلية وكل خلية يعني كل محطة موجودة في المنطقة بيبقى لها تردد بيختلف عن المحطة اللي جنبها او الخلية اللي جنبها علشان طبعا ما يحصلش تداخلات ما بين المحطات المتجاورة ولكن طبعا بنقدر ان احنا نستخدم نفس الترددات تاني بس في اماكن بعيدة علشان نقدر نزود عدد الخلايا ونقدر نزود عدد المشتركين تعالوا نبص كده على الشاشة وناخد فكرة كده عن الاتصالات المتنقلة او الاتصالات الخلوية اللي هي شبكات التليفون المحمول زي ما احنا شايفين كده المنطقة طبعا الجغرافية بيتم تغطيتها بابراج اتصال اهي اللي هي اللي قدامنا دي وكل برج بيغطي منطقة معينة بالارسال بنسميها ايه خلية ايه واخد الشكل السداسي كده اللي هو زي خلية النحل وكل خلية طبعا زي ما احنا قلنا بيكون مخصص لها تردد معين بيكون مخصص لها ايه تردد معين علشان ما يحصلش تداخلات بين المحطات او بين الخلايا المتجورة زي ما احنا شايفين كده دية المحطات اللي احنا بنستخدمها في عمليات ايه الارسال او بسرعة كده وده شكل ابراج الاتصال اللي احنا بنستخدمها وبيحطها في اماكن مختلفة بتاخد اشكال كتير زي النخلة بيحطها في الحضائق طبعا علشان تبقى واخدها شكل جمالي وهنا دية ابراج الاتصال اللي احنا بنشوفها برضو في اماكن كتير متعددة بتستخدم في الارسال والاستقبال وطبعا دي الهوائيات اللي بتستخدم بقى للاتصال او لربط المحطات ببعضها يعني الهوائي اللي على الشمال ده ده اللي بيرسل واستقبل الاشارة اللاسلكية من اجهز التليفون المحمول لكن الهوائي التاني اللي على اليمين ده ده بيستخدم لربط المحطات اللاسلكية مع بعضها اللي هي ابراج الاتصال طبعا فيه نوع تاني بقى من الخطوط الاتصال اللي هي بنسميها كابلات الالياف الضوئية اللي هي اللي هي اللي على اليمين دي دمنا دي طبعا بتستخدم بقى تقنية مختلفة خالص الاشارة اللي احنا بنستخدمها طبعا او اللي بيتم ارسالها بتكون عبارة عن اشارة ضوئية يعني اشارة المعلومات بتتحول لاشارة ضوئية باستخدام طبعا الخلايا الضوئية زي الليزر وبيتم ارسال الضوء دوت في كابل الالياف الضوئية او من خلال كابل الالياف الضوئية كابل الالياف الضوئية ده بسرعة كده عبارة عن ايه بيكون عبارة عن شعيرات رفيعة جدا بتكون مصنوعة من الزجاج المرن او البلاستيك الشفاف وطبعا بتنقل اشارة المعلومات ما بين المرسل الى المستقبل بعد تحولها الى ايه الى ضوء يعني اشارة المعلومات تتحول الى ضوء والضوء دوت بيبقى شوعة اليزر بيمشي في كابل الالياف الضوئية اللي هي الشعيرات الزجاجية رفيعة ديت لحد ما يوصل في الجهة الاخرى عند المستقبل وبعدين بعد كده يرجع يحول الاشارة الضوئية مرة اخرى الى اشارة كهربية ويمكن الكابلات ديت احنا بنستخدمها بكسرة في الانترنت يعني الكابلات ديت بنستخدمها لشان تنقل اشارة الانترنت ما بين البلدان وبعضها لانها تمتاز بسعة النطاق التردودي بتاعها يعني النطاق التردودي بتاعها بيكون كبير جدا وبالتالي بتقدر تنقل كم هائل من المعلومات يعني يمكن النهاردة كده اتكلمنا مع بعض على مجال الاتصالات ولسه الكلام يعني كتير بس وقتنا خلاص يعني قرب على الانتهاء فان شاء الله طبعا اشوفكم في حلقات قادمة وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته